أنا مش عارفة إذا كنت ومريتوا بتجربة زي دي ولا لأ بسمتها ياقلي كلنا وإحنا صغارين جربنا إحساس إن إحنا نتوه من أهالينا حتى لو لدقايق تفضل تلف وعمال بتسرخ ومش فاهم وبتندع عليهم قد دي وقتها كنا بنبقى مرعوبين مش عارفين إحنا نشوفهم تاني ولا لأ دقايق بس كنا بنحس فيها إنها نهاية العالم بنعرف فيها حرفين إيه مثل الأب والأم قد إيه وجودهم هو الأمان بالنسبة لنا بس إكرام بطل القصة حقيقة النهارد تيها وهي كبيرة والأغرب هي عارفة فين عنوان بيتها وعارفة مامتها وبتكلمها بس محدش فيهم قادر يوصل للتاني في بينهم حواجز كتير كلهم هم مشايلين بعد ما الزمن طبعا عد عليه كتير وكل واحد يوم ما تقربش للتاني القلب شال خلاص الغريبة بقى إن كل واحدة فيهم شايفة إنها صح بس إيه من وجهة نظرة هي الأم شايفة إن هي إن هي كان ممكن تعمل اللي عملته ده عشان تحافظ على ورث وتحافظ على في الآخر فلوس لبنتها بنتها اللي بقى عندها 47 سنة بقى عندها أمراض بقى عندها حاجات بتيجي في دماغها وتيابوس في العضلات 47 سنة ما فهمتش إن وجودها في حيات بنتها أهم مليون مرة من الفلوس بتعايرها إنها ما تجاوزتش السيك ما تجاوزتيش إن انت ما تتعاشريش ما حادش يرضى يبصلك بتعمل وي ولا الأم اللي تبقى مش فاضية ومشغولة وأول بنت اللي ما بتديش فرصة لأمها زي ما أنا قلت هنا في قصة حقيقية في أول حلقة أنا فاكرة كويس جدا كانت حلقة برضو عن أم وبنتها كانت الأم تقريباً هي اللي بتشتكي إن أنا بدأت أبقى صاحبة أمي في السنوية عامة وأنا ندمانها على الوقت إن أنا ضيعت كله وأنا دايماً بتأسف لها والله العظم يروح بوس إيديها أنا أسفر إن أنا ضيعت الوقت ده كله يا أمي وإن إحنا ما كناش صحاب لإني ما كنتش فهماكي أو يمكن كان سني أو يمكن كان أي حاجة عشان كده عمري ما بعيب أو بقول إنه يا جماعة عملوا ده أنا خايفة إن أنا بقول يمكن ربنا رحمني إنه ما خلفتش لحد النهار ده إن أنا ممكن ما كنش أم صالحة ما عرفش إن أنا ممكن ما عرفش ربي ممكن أبقى ما تزعليش مني يا أم إكرام بس الأم الصالحة هي اللي بتاخد بالها من عيالها بتسمع عن مشاكلهم ما تخلهمش يحتاجوا لحد ورسة إيه اللي حرك بتعمليه وفلوس إيه ده في بيوت مفتوحة بولا حاجة بس فيها حنان ودف فيها حب فيها أهل بيخافوا فيها كلمة رن كده تيجي الأم تقول لهم مش عايزة حد يتكلم عليها كلمة وحشة عشان أنا عمري ما عملتلكوا حاجة وحشة ومشوا بما يرضي الله ويمكن دي النصيحة لأنني بقولها لكل الأمهات اللي يمكن تكون أمي عملتها معي عشان كده مشيت زي الألف كنت بخايف حضرتك كنت فيني يا مادام إكرام وبنتك 30 سنة محتاجاك بعد كده بترجع وتزعله أنا ده لم دايقني إنه بيجي يقولك شوف الولد بيعملني إزاي شوف البنت مش قلبها علي إزاي وبتجري على ما عرفش مين حرك زرعت إيه عشان تحصد إيه طب والله 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 وبشوفها في بيوت كتيرة جدا ألاقي العيال مش برين ما هو هيبقى بر بيك إزاي إنت عملتله علمته إيه إنت كنت فين هو عمال يجبر تم أنت لما جبرت عادي ما أصل بابا تعب وراح المستشفى تم هو ابنك كان بيطعب وروح من المستشفى وإنت كنت بتقف شغلك أو بتبعته مع السواء أو أمه بتروح بيه وإنت مش موجود وده اللي حصل أنا لأنا عايزة أقوله لك يا إكرام أنت ومامتك إنه 30 سنة مش شوية لما تقولك أنا كنت بتشاهد بالليل قبل ما نام ممكن ما يطلعش عليها نهار طب أنت تعرفي وهي نايمة كان بتبقى متغطية ولا لأ أنا عرف أمهات بيروح يبوسوا عيالهم عشان بتقولك يمكن ما يبقاش في بكرة وعيال بتروح تقعد مع أهليها تكلمهم كل يوم وتشوفهم كل يوم تودهم كل يوم عشان يمكن ما يبقاش في بكرة ما عملتوش كده أنتو الاتنين ومش بلوم على الطرف ده أو الطرف ده بس أنا دايما بلوم على الكبير وده اللي بقى شوفه في المجتمع اللي بتزرعه هتحصده قصة أنا بقشلك الفلوس مش هتعمل بيها حاجة يا مدام اكرام قصة مش هتعمل بيها حاجة يا أم اكرام أنيسة اكرام 47 سنة لحضرتك بتزليها إنها ما تجاوزتش أو بتعيريها ما تجاوزتش عشان مش حاسة بأمان مع حضرتك فخافت لما الأم رمت يبقى الزوج اللي احنا ما نعرفوش ولسه هنبدأ الحياة من جديد هيعمل إيه وفي الآخر احنا اللي بنعير عيالنا بس أنا رأيي بقى نعمل حل خلاص أنا عارفة إن ديت الجلام جامد وأنا أسفة بس أنا رأيي إنه الصغير بقى يا أكرام اللي هيجي على نفسه يعني أنا كنت بقى لهم الكبير بس بقول الصغير يجي على نفسه ليه عشان الصغير يقدر يتحمل ممكن نروح جمعة وثابت نشوفها عشان ما نسيبهاش عشان أنا أعرف ناسك بتوعي تقولي يوه أمي بتكلمني وأنا زيقت بتكلمني 24 ساعة أنا زيقت أنا زيقت تلف الأيام بعد 3 سنينة هون تتمنى مكالمة من ماميتها الله يرحمه مكالمة واحدة يمكن ما يبقاش في العمر يفيه بكرة يا أكرام عشان ما تلميش نفسك يمكن ماما كان حسابتها غلط بس مش هنعرف نعلمهم مش هنعرف نغيرهم أنا الحلقة دي عايزاكوا تبعتولي على فيسبوك وإنستجرام على فكرة بشوف كل الكومنت بتاعكم وبنرد عليها وبشوف الرسائل عايزاكوا تبعتولي كم حد كان حاسس إنه لوحده وأهله موجودين في مواقف وبقولها لكم زي ما احنا بنقول كل واحد فينا ليه حكاية من بعدها ما رجعش تاني زي الأول قولوا لي المواقف اللي ما رجعتوش بعدها زي الأول اللي عمرك ما هتنسي أنا كنت قاعد بستنيك تديني فلوس وانا نازل وسبتني لوحدي أو استلفت من صحابي أو سبتني ما قولت ليش كلمة حلوة أو زي ما إكرم قالت كنت بتشاهد قبل ما نام عشان خايفة أنا ما يطلعش عليها صبح أستنىكم في قصة جديدة بأبطال جديدة بس تكون قصة حقيقة